يترقب الشارع المصري اليوم الثالث في ظل قانون التظاهر الجديد المثير للجدل دعوتين رئيستين للخروج للشوارع الأولى دعوة عدد من القوى الثورية والمدنية للنزول لإسقاط قانون التظاهر والمطالبة بإلغاء مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد أما الثانية فأطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي احتجاجا على ما اعتبروه مذبحة القضاء أعاد قانون التظاهر الجديد أجواء المواجهة الحادة بين قوة الأمن والمحتجين في مصر بعد عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها قوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين من النشطاء الذين تجمعوا أمام مجلس الشورى المصري للاحتجاج على القانون الذي يضع قيودا على حرية التظاهر وفيما تتضارب الأنباء بشأن عودة أعضاء لجنة الخمسين المكلفة لإعداد الدستور المصري للجنة بعد أن علقوا عضويتهم احتجاجا على اعتقال قيادات ثورية بارزة من بينها أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط على عبد الفتاح أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية أنها وضعت مهلة لمدة 48 ساعة للرئيس المؤقت عد منصور لسحب قانون التظاهر مهددة بالخروج في مظاهرات عارمة لرفض هذا القانون من جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان أصدره رفضه لقانون التظاهر الجديد مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يأخذ من ملاحظات التي أبدها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس البسراء وكانت جماعات مصرية ناشطة في مجال حقوق الإنسان أعلنت رفضها لمشروع القانون قبل أن يواقعه الرئيس المؤقت الأحد الماضي وترى الجماعات الحقوقية أن مشروع القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمية بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة ويطلق يد الدولة لتفرق التجمعات السلمية باستخدام القوة